كابتن ياسمين اسم انتشر كبير جدا خلال الايام الماضية وذلك من خلال مقاطع فيديو تم بثها بشكل مكسف على مواقع التواصل الاجتماعي المفروض ان كابتن ياسمين دي مدربة جيم رجالي اول مدربة جيم رجالي او اقوى مدربة جيم رجالي واطلق عليها ايضا البيج ياسمين نسبة الى البيج رامي او على غرار البيج رامي لا تتميز بحجم عادري كبير جدا تحمل اوزان كبيرة جدا احيانا بتتضرب بناس بتشيل ناس وبتتضرب بهم يعني وبتشيل كميات حديد بكميات كبيرة جدا 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 يعني طبعا مواقع التواصل الاجتماعي زي ما قلت انتشر عليها الفيديوهات الفيديوهات دي حققت نسبة مشاهدات عالية جدا واصبحت يعني حديث السوشيال ميديا لفترة ويلا الان بردوك لازال في ناس بتتكلم عنها طيب قبل ما نتكلم على موضوع بيج ياسمين ده وقبل ما اعرض وجهة نظري في هذا الموضوع او في عمل المرأة او في الاتجاه ده اللي ممكن بعض البنات او السيدات ياخدوه نشوف مع بعض كابتن ياسمين دي كده لان مرأة غير من سامع يعني اللي شايف غير اللي سامع فنشوف مع بعض كده كابتن ياسمين ونرجع نعلق على الموضوع ده او اقول اطرح وجهة نظري في هذه القصة العاش مرة Coach مع بعض كابتن ياسمين ونرى ونرى يحضن عن حجم العظري令 رهيب اللي عندها وشفنا الشكل العام بتاعها انها تشبه الرجال بنسبة 100% يعني هي تشبه الرجال يعني اللي يشوفها كده من الخارجية لو ماش في الشارع او اي حد لمحها او شافها مستحيل يقول ان دي بنت او انثة على الاطلاق فهي تحولت من انثة الى ذكر نتيجة لهذه الممارسات اي واحدة بتشتغل في موضوع كمال الاجسام ده جماعة شكلها الخارجي بيتغير حتى وشها يعني وشها نفسه بيتغير بيتحول الى الشكل الذكوري بالنسبة كبيرة جدا وهي حلقة شعراء زي ما اتشايفين الحلاء الرجالي 100% معرفش برضو ايه السبب في كده يعني معرفش فهذا يعطي يندرك تحت التشبه بالرجال ده يندرك تحت بند التشبه بالرجال واذا ما احنا عارفين طبعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه وسلم قال لعن الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهين بالرجال انا مش عاوز ادخل الموضوع فيه قصة اللعنات ولكن هذا ما قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المفروض ان الاستاذة ياسمين دي او البيج ياسمين او الكابتن ياسمين وتفر اي مكان الاسم بتاعها المفروض ان هي دلوقتي متشبهة بالرجال الشكل الخارجي بتاعها رجالي شعرها عاملها بشكل رجالي المفروض ان ديه انسة حد بس يقنعني يا جماعة ان دي انسة انا مش عارف اللي بيعملوا في نفسهم كده بيعملوا في نفسهم كده ليه يعني المفروض كل ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ودي وجهت نظري في هذا الموضوع ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد فينا له طبيعة خاصة خلق الرجل له طبيعة خاصة والمرأة له طبيعة خاصة حتى داخل الجنس الواحد حتى داخل الرجال والنساء كل واحد بيكله طبائع تختلف عن الآخر حتى داخل الجنس الواحد يعني هتلاقي رجال مختلفين في طبيعهم النساء مختلفين في طبيعهم ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الرجال بطبيعة معينة والنساء بطبيعة معينة دي وجهة نظر زي ما قلت في هذه القصة أنا طبعا قولا واحدا ضد هذا الأمر أنا ضد هذا الأمر ضد أن واحدة تعمل في نفسها كده أو أنها تظهر بهذا المنظر أو بهذا المشهر طبعا أنا عارض برضك أو بارض صورها جنبي صورتها قبل الجيم صورتها قبل الجيم طيب هل ده صح ولا غلط قولا واحدا من وجهة نظري المتوضع طبعا ممكن حد يختلف معي ويتفق طبعا اللي يتفق أهل المسهلا يختلف برضك أهل المسهلا الجميع على دماغي من فوق أو على راسي من فوق ما عنديش أدنى مشكلة في حاجة زي كده لأن اختلاف الرأي طبعا ليفسد الود قضية ولابد أن يكون فيه قراء متبينة في مثل هذه الموضعات ولكن أنا شايف من وجهة نظري إن اللي عملته ده غلط أو خطأ مليون في المية لأن ربنا خلقك بطبيعة معينة جمال الرجل فيه قوته فيه خشنته مش خشنته النوع التعامل بعنف مع الآخرين يعني ربنا خلق الرجل بطبيعة خاصة القوة البدنية العضلات الكلام ده كله المفروض ده ربنا خلق الرجل بهذه الطبيعة وجمال المرأة وربنا خلق المرأة الأنوثة والرقة والنعومة والشكل التكوين الخارجي للمرأة يعني ربنا خلق المرأة رمزا للجمال رمزا للجمال على هذا الكوكب أو على كوكب الأرض أو في هذا الكود يعني ربنا خلق المرأة لتكون رمزا للأنوثة ورمزا للجمال ورمزا للرقة ورمزا للنعومة هو ده وجمال المرأة وقوتها بتكمل في هذا الموضوع مش معنى أن المرأة رائئة وجميلة ونعمة والكلام ده كلنا مش قوية بالعكس المرأة من أقوى 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 يعني مش عايزة أقول المخلوقات على وجه الأرض المرأة تعتبر من أقوى المخلوقات يكفي موضوع الحمل والولادة وألام الولادة مثلا ده دي حتة يعني جزء كده من أجزاء كثيرة جدا يعني لا يمكن للرجل أن يتحمل ألام الولادة مثلا فالمرأة قوية المرأة قوية ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلقها بطبيعة خاصة طبيعة خاصة يعني الجمال والرقة والنعومة والأنوثة والحاجات الجميلة تكون لها ربنا يعني أفرد بها المرأة ودي نعمة كبيرة جدا دي نعمة عظيمة يجب أن تحافظ عليها المرأة يجب أن تحافظ عليها المرأة مش إنها تهدرها بهذا الشكل إنها تضمر أنوثتها وتضمر شكلها وتتشبه بالرجال يعني اللي كي تصبح وفقا للحديث الشريف ملعونة طبعا أنا بقولش كده ولا أتمنى ولكن ده قول الرسول عليه السلام لعنى الله الرجال متشبهنا بالنساء والنساء المتشبهنا بالرجال هي كده متشبهة بالرجال الشكل الخارجي بتاعها شكل الرجال بنسبة 100% حتى شعرها قصاء يعني زي الرجال يعني بالزبط يعني القصاء الرجال فطبعا أنا شايف إن الموضوع ده موضوع خطأ مليون في المية طبعا نحن للوقتي يعني لما نشوف الشكل بتاعها قبل الجيم يعني كانت المفروض إنها أنسة عادية يعني حتى شوفوا جماعة تقاسيم الوش تغيرت الشكل العام تغير بشكل بل جدا يعني في الصورة اللي أنا عارضها لحضراتكم دي هي المفروض إنها يعني بنت أو أنسة ما حدش هيخطئ إنها أنسة ولكن لما هي تعدي بعد كده بالشكل بقى اللي أنا واردته لحضراتكم اللي أنا برضو باردته لحضراتكم والوقتي يبقى المفروض إنها إيه المفروض إن هي دي يعني نعتبرها أنسة نعتبرها أنسية واحدة ضمرت أنسيتها ضمرت وموضوع الحديد والكلام ده كله بالنسبة للمرأة خطأ وغلط كبير جدا حتى وفقا ليه يعني كلام الأطباء أطباء كتير جدا نتكلمه موضوع رفع الأسقال وكابل الأجسام للمرأة ده يعني شيء مدمر للمرأة مدمر للمرأة مدمر مرأة يعني حتى ممكن يعمل عندها مشاكل حتى إذا يعني إذا يعني حد حب إنه هو يتزوج من هذه المرأة أو أي واحدة غيرها بتعمل في هذا المجال بالعضلات والكلام اللي عندها ده موضوع الحمل والكلام ده كله يبقى صعب جدا نظرا لأن موضوع الحمل ده أنا مش راجل متخص ولكن الأطباء قالوا كده يا جماعة أنا بنقل كلام الأطباء أنا بتكلم على حاجة مهمة ده ده دي أعظم 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 يعني يعني حاجة كرم ربنا سبحانه وتعالى بها المرأة إنها تبقى هي اللي بتحمل هي الأم اللي بتحمل الأبناء في بطنها ثم تلدهم ده ده دي مهمة عظيمة ده مهمة إعمار الكون يعني المفروض جزء كبير جدا يعني أو إعمار الكون لو هنقول مثلا نقول 80% على السيدة هي اللي بتحمل الجنين في بطنها والجنين دي يكبر و بعد كده بتولده في بيجي إنسان جليد للدنيا من رحم هذه الأم فبتساهم في إعمار الكون فموضوع الحمل والولادة بيحتاج إن عضلات البطن تكون مرنة عشان تتناسب أو موضوع نمو الجنين و كبر حجم البطن والحاجات دي كلها محتاج إن يكون فيه ليونة و مرونة ولكن موضوع إن يكون فيه عضلات أفلة كده طبعا الموضوع ده بيؤثر على المرأة وعلى أونستها وعلى هرموناتها وعلى وعلى والكلام ده كلام أطباء يا جماعة يعني حتى بيضمر جسد المرأة تماما الكلام ده بيضمر جسد المرأة ويضمر جسمهم يعني موضوع كمال أكسان ده ممكن يضمر جسمهم ويصيبهم بردو يعني بأشياء مخيفة بالكواب بالمرأة اللي ربنا المفروض خلائها بطبيعة خاصة وأوكل لها مهمة عظيمة هي مش قادرة تستوعب اللي بتتشبه بالرجال أو بتعمل حاجة دي مش قادرة تستوعب عظم أو جمال أو كبر المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوكل المرأة بيها إن هي تبقى هي اللي بتحمل وهي اللي بتالد وهي اللي بتساهم في إعمار الكون طبعا مع الرجل ولكن الجزء الأكبر نظر اللي إن زي ما قلت الجنين بيتكون في بطن الأم وبيتحول إلى يعني إنسان وبعد كده بتالده فهي بتجيب روح أو حياة جديدة طبعا بفضل الله وبأمر الله للحياة ولكن الأسر الشريط طبعا حاجة زي كده حاجة يعني مدمرة لجسد المرأة فلما نبص للاقي منظر زائرة منظر فعلا لما أحد بيشوفه منظر مقزز منظر مقزز فعلا منظر مقزز نحن نشوف بنت تحولت من بنت إلى ولد يعني التركيبها الفاسيولوجيا الداخلية ماشي ممكن يكون لازال بنت ولكن يعني الموضوع ده هيأثر على شيء يعني ممكن حتى يؤثر على نفسيا إنها خلاص أصبحت مش قابقة أو سيئنا وإنها تصبح ولد هي أصبحت الشكل الخارجي رجل رجل يعني أو ذكر بكل ما تحمل الكلمة معنا زي ما احنا شايفين أو زي ما احنا شوفنا يعني في حاجة زي كده فعلا يعني خروج عن الطبيعة البشرية وخروج عن النموس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني خلقه للكون ربنا خلقنا بطبيعة معينة الرجل لا طبيعة المرأة لا طبيعية يجب أن يحافظ العبث في هذه الطبيعة العبث في الكون وتعبث في الطبيعة سواء بها الطبيعة العادية أو الطبيعة البشرية ده أمر مدمر وأمر لا تحمد عقباه على الإطلاق وبعدين يعني هل أنت ما كنتش قادرة تثبتي نفسك في أي حاجة تانية يعني إيه اللي خلاكي اللي أنت تروحي لهذا الطريق يعني الطريق ده مش طريقك ولا طريق أي أنسة يعني المفروض للشخص أو الكائن اللي موجود على وجه الأرض اللي بيسعى إلى أن يكون له عضلات مفتولة والكلام ده كله هو الرجل هو الرجل لأن الرجل ربنا زي ما أنا قلت خلقه بطبيعة خاصة اللي هو القوة البدنية والكلام ده كل الحاجات دي كلها فالإنسان أو الرجل المفروض هو اللي يسعى أن يكون عنده عضلات عشان الشكل ويكون مفتول على شكل الرجل لما يكون عنده عضلات ومفيش بقى الكرش والحاجات دي كلها زي ما عندنا كده بيكون طبعا شكله أزرف وشكله أجمل طبعا وكلام ده كل يعني ده الشكل لما يكون عند الرجل الشكل بتاعي ده لو على رجل يبقى شيء عظيم جدا وشيء جميل جدا أنه رجل رياضي وعضلات وكلام ده كل ولكن على مرأة يعني أنت غيرت من شكل جسدك أصلا اللي هو البفروض ربنا خلقك في أجمل صورة أنت دمرت هذه الصورة واعترضت على حكم الله سبحانه وتعالى فيك اللي أنت يكوني أنسة بتكوين معين وبشكل معين طب لما نشوف يعني من الكوارث بقى اللي موجودة إن احنا نشوف النهاردة رجال بيعملوا في مجال الميكاب أرتست زي الصورة اللي أنا عرضها لحضراتكو دي ده الميكاب أرتست اسمه عمر تخيروا ده يا جماعة ده هو الرجل تخيروا ده ده هو الرجل وبيعمل في مجال ميكاب أرتست تخيروا لما هو ده يبقى الرجل والكابتن ياسمين تبقى هي المرأة يعني فيه خلل كده فيه حاجة مش طبعية ده كده يعني معنى كده الصور دي اللي أنا بعرضها دي بتورينا قد إيه فيه خلل موجود فيه منظومة العقل عند بعض الناس ببقولش كل الناس طبعا لأن الحمد لله لازال يعني الناس بخير يعني الحمد لله والرجل رجل والمرأة مرأة ولكن طبعا لنسبة يحصل فيه نوع من الزلل كده أو الخروج عن القعدة الكونية اللي ربنا خلقنا عليها دي فتخياروا مما يبقى ده اللي أنا الصور اللي حداكم شايفينها دي ده المفروض ده ميك أب أرتست المفروض ده واحد ده رجل ده رجل يعني المفروض أنه ذكر مكتمل الزكورة وبالمنظر ده وإن الأخت ياسمين بالمنظر اللي احنا شفناها دي طبعا خلل خلل فضيع ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى وما فيش حتى عقل يقبله ما فيش حتى ما فيش عقل يقبل هذا الكلام من المرأة تخرج خارج الطبيعة بتاعتها بهذه الطريقة يعني عندك مجالات كتيرة ممكن تنجح فيها ممكن تحقيق نفسك فيها ممكن تحقيق ذاتك فيها ولكن لنتي تتحولي من مرأة إلى من امرأة أو من فتاة إلى ولد أو من امرأة إلى رجل بهذه الطريقة المقززة أنا شايف أن انت شكل مقزز أنا شايف من وجه النظر طبعا فيه ناس أشايف بتشير وفيه ناس ماء وفيه ناس ضد طبعا يعني زي ما نقول طبعا طبيعيا كل حاجة يحصل فيها اختلاف في وجهة النظر ولكن أنا شايف أن انت يا كابتن ياسمين مع كامل احترام ليك مع كامل احترام ليك وأنت زي أخت الصغيرة أنا شايف أن شكلك بهذه الوضعية شكل مقزز بالنسبة لي على الأقل لأن مش ده الشكل اللي ربنا خلقك عليه مش ده الشكل اللي ربنا عاوزك عليه ربنا خلقك بطبيعة معينة بشكل معين ربنا اداكي المفروض اللي انت المفروض اللي انت مرأة أو أنثى أو فتاة يعني ربنا اداكي المفروض الجمال والأنوسة والرقة والنعومة في الجسد وشكل معين تكوين في الجسد كده عشان خطر يبقى يعني شكله جميل شكله حلو شكله حلو فأنت روحت مضمرة كل الكلام ده كله وقلقتي بعض الحقت وقررت انت تروحي لسكة الرجال ولي انت تتشباه بالرجال ويبقى جسمك أو جسلك شبه الرجال والكلام ده كله ربنا ما خلقكيش عشان كده أصلا عشان ترعبي حديد من يجب ان يكون عنده عضلات ومفتور العضلات ويجسدوا فيه هذه التقاسيم هو الرجال هو الرجل مش انتي للاسل شريط طبعا يعني انا شايف ان ده خروج عن المألوف واي خروج عن المألوف او خروج عن الطبيعة او خروج عن يعني زي ما انا قلت النموس الكودي اللي ربنا خلق الدنيا عليه ده بيؤدي الى خلل وضمر زي موضوع مثلا اللي احنا نعمل اختلال في التوازن البيئي اختلال في التوازن البيئي نصطاد مخلوقات معينة موجودة لأداء مهمة معينة بكميات كبيرة فده بيعمل خلل في التوازن البيئي وبيعمل ضمار الانسان ما تدخلش في حاجة للأسع الشريط يعني فيه حاجات كتير اللي مدمرها هي واحدة زي اللي دمرت نفسها ودمرت شكلها ودمرت يعني وتشبهت بالرجال وبقت يعني فعلا شبهة طبعا انا عايز افهم مين ممكن يتزوج يعني واحدة بهذا التكويم طبعا ممكن يكون فيه حد عنده دماغه مثلا رايحة للسكة دي عادي مش بشكلة لان برضو يعني المجددون موجودون على وجه الأرض يعني ولكن انا بكلم الطبيعي انا بكلم على الشخص الطبيعي مين شخص طبيعي ممكن يتزوج واحدة بهذا الشكل وبهذا التكوين يعني انا عايز افهم المفروض ان هتزوج راجل زي يعني المفروض لما انا جاء هتزوج هتزوج راجل هتزوج هتزوج ذكر حتى الشكل العام الشكل العام مقزز الشكل العام مقزز انا مش قصدي هيا انا بكلم على ما اوصلت نفسها اليه الشكل العام بتاعها فعلا مقزز يعني فعلا يثير الغثيان يعني ان المرأة بهذه الطريقة زي ما انا قلت عشان ما معيتش الكلام مرة تانية جمال المرأة في ما خلق الطلاة سبحان وتعال التي خلقها عليها الشكل الجميل الجسم الجميل الرئة النعومة الانوسة دي قوة المرأة في كده وربنا خلق كده افضلي على كده ما تحوليش ما تغيريش طبيعة ربنا فيك فطبعا دي كانت وجهة نظري في الكابتن ياسمين او من يمارسون هذه الرياضة من السيدات يعني الكلام ده غلط الكلام ده غلط اولا بيغير شكلها ثانيا مدمر لجسدها ثالثا مدمر لوظفتها السماء كده عضلات زي قطعة الشوكولاتة زي الرجالة كده يعني فطبعا ده مستحيل انها تحمل لان موضوع الحمل ده بيكون محتاج ليونة في البطن ليونة في البطن عشان البطن بتكبر الكلام ده كله فطبعا لازم ان يكون فيه ليونة فالعضلات دي بتحجز او بتمنع الكلام ده كله ممكن حتى اذا حملت اذا يعني حصلت مواجزة وحملت الجنين يتوفق والاطباء هما اللي بيقولوا كده على فكرة كله كلام اطباء يا جماعة مش كلامي انا كلام الاطباء وقالو حتى في موضوع كابتن ياسمين فيه خطورة كمان عليها وعلى حياتها وعلى كل من تمارس هذا النوع من الرياضة مارسي الرياضة اللي تتلاثب معاك بقولش انت بتمارسي الرياضة طبعا دي مفروضة للجميع لازمة لكل يمارس الرياضة حتى المشي نفسه الرياضة يعني اجري امشي انا مش عارفة لكن توصلي لهذا الشكل اللي انت فعلا يعني مش قريبة من الرجال ده انت تحولت الى رجل بنسبة مئة في مئة فطبعا شايف ان كله كلام فارغ وان هو لا يستقيم ويجب ان تعودي مرة تانية الى طبيعتك الانثوية يعني تبتعد عن هذا الارف اللي انت بتعمليه ده بصراحة لان لا شكل العام حلو ولا شكل جسدك حلو ولا حد ممكن يقبل بهذا الموضوع يعني عنده ظرة عقل بصراحة يقبل بهذا الموضوع ربنا خلقك على طبيعة افضل على طبيعتك اتمنى مكنش قطلت احركه اتمنى اكون عرضت وجهة نظري في هذا الموضوع بشكل عام اشوف ان شاء الله في